السلام عليكم مشاهدينا مرحبا بكم في عدة جديد من حصتكم صريح جدا اليوم رأنا متواجدين بمدينة مليانة تاريخية ونرح نشوف أهم من المشاكل التي تعاني منها المدينة خصوصا بعد تصنيفها كقطاع محفوظ في الأوين الأخيرة من وزارة الثقافة لمعرفة المزيد عن الموضوع تابعونا بعد تصنيف المدينة كقطاع محفوظ لحماية التوراق التاريخي والعمراني لمدينة ينبغي أن يتبعه عدة مشاريع للحفاظ على هذه المدينة أول حاجة طرقات المؤدية للمدينة سواء الجهة الغربية أو طريق الولائية آلف نتمنى من السلطات أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المشاريع يعني المواصلات تعطيها أهمية كبيرة لأنه بعد تصنيف المدينة كمنطقة أثارية راح تعرف زيارة للسياح من كل مكان حتى من الخارج لابد من الاهتمام أيضا بالنظافة يعني يكون مخطط خاص بالنظافة في وسط المدينة يعني ترافقها أيضا هيكل الفندقة أو فنادق بس كل ما عندنا إش حاجة هنا في مني أنا مكاش مكان وقلو من غير السكان مكاش إحنا السوبيلات يا ربي كما يقولوا ما عندنا إش حاجة وحد أخرى تحت ملفوك السوبيلات وطلع ما عندنا إش ماش قابل للإستقبال السياح بك في الوضع الحالي ماش قابل للإستقبال السياح ما عندناش أخي إحنا لزوتال ما عندناش لزوبرج آخر شي لزوبرج فهمتني ما عندناش هذا الشيء هذا السوال عقام ما كاش كما يقولوا مليانة محقورة رمحة قرينها هي مدينة كما يقول لك روعة فهمتني قمة الإبداع شي محقورة أخي إحنا مدينة هذه صنفوها حاجة مليحة بصع ما زالتنا حاجة نحو الضغط على مدينة مليانة نوفيلفين نديروا مدينة نوفيلفين نخرجوها لمستواتها مليانة وما الضغط ينقصنا عندنا بزاف الكارتي لقرون كارتي نديروا فيهم مدينة تكون مليحة باش ينقص علينا الضغط في الوسطى المدينة وتبقى مليانة كما كانت بكري خاصة بزاف سوالة طوارات خاصة في كل بلاسة يديرونا لابوبال يديرونا عفصة صغيرة أي واحد يجيق يكون حبة من شمينق ومكشف كشف أبوبال صاشي فيه دقيسة بتسجم البلاس كل واحد يحطوا كل 10 مترات 15 متر يحطوا أبوبال تسجم تتنقع تولي مليانة لا يبارك بما يخص هذا التصنيف ننتظر الكثير لمدينة مليانة لأن التنمية في مدينة مليانة قليلة نتمنى إن شاء الله المسؤولين ينظروا لها كمدينة تاريخية كمدينة انتع ثورة كم مواطن وشاء المشاكل التي تعاني منها مدينة مليانة؟ مواطن وطرقات المشاريع الفندقق عندنا جبر الزكار نقدر نستغلوه عندنا بزاف سوالح نقدر نستغلوه أما البطالة هذي تنقص في مليانة تنقص تنقص بل بزاف لو كان يطبقوها إحنا ماذا بنا هذه السلطات يطبقو ما يهضروش غيب الفم من عدمة ليزوتال مكان والو هنا كيجي سيئح مايقعدش 24 ساعة أسكن ما عندوش وينيقعد ما عندوش ذكاوة كيجي ماذا بيقعد سمانة 15 يوم شهر شهرين ماكاش ما تتفوفرش هذا السوالح وهي ليزوتال مكان لا ليزوتال السوالح هكا كيجي كما مدين الكبرى كما وهران وكذا ومنه والجزائر العاصمة نحن مليانة لازم منها سوالح بزاف ماشي غير في مليانة في الجبال ثاني كالبلاي الشابين مثلا عن عينسور ومامو كم التريفيريك نخدموا واحد في عينسور منطقة سياحية ناقصة ماشي كاملة كاملة خصنا بزاف سوالح طرقات مخصوص فيها كما يقولوا الزوتال مرافق مخصوصا مرافق فان تعدري صغار كنا منها مليه استعسيعها كقطاع محفوظ ننتظر منها تكون مدينة تكون عندها حظ في المشاريع التنموية سواء كان على مستوى وزارة الثقافة أو مستوى وولاية عيندفلا في هذا الإطار كان سيد ولي الولاية راه وعدنا أن مدينة مليانة يعطيتها اهتمام كبير خاصة في مجال الطرق خاصة في مجال الإنارة العمومية وخاصة خاصة في القطاع السياحي أو ما يعرف بصور مدينة مليانة أي ساحة العمار اللي كان وعدنا سيد ولي الولاية وعطانا إشارة الانتلاق انت دراسة انت تهيئة انت صور الاثري لمدينة مليانة ما نعطونا اهتمام على أساس أن زائر المدينة مليانة من هاللي يجيزورها يشوفها في حلتها حلتها الباهية كما هو مطلوب راح نعطو اهتمام كبير لهذا القطاع السياحي والقطاع الاثري على غير المساعدات اللي راح تأتينا ان شاء الله بربي ونتمنوها تكون من وزارة الثقافة وكي يكاب نسبة المشاريع اللي راح تجينا من عند الولاية كما وعدنا سيد ولي الولاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر